من الواضح بأن التطورات متسارعة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة قبل قليل أيضا علمنا بأن هناك صلية من الصواريخ انطلقت أو اطلقت من القطاع الشرقي باتجاه المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعة استبق ذلك أيضا بقصف إسرائيلي طاول بلدات عدة في القطاع الغربي جنوبية لبنان ولكن أيضا دعينا نشير إلى أن اليوم على سبيل المثال الصحافة التي تدور في فلك حزب الله كانت أكدت بأن استهداف حزب الله للمرة الأولى يوم أمس كان لمستعمرات بصواريخ بركان هذه الصواريخ التي كان يطلقها ولكن كان يستهدف في مرات سابقة المواقع الإسرائيلية الحدودية تحديدا ولكن يوم أمس كنا نتحدث عن استهداف للمرة الأولى على سبيل المثال غورين مستوطنة غورين وشلومي حيث تم استهداف هذه المستوطنات بصواريخ البركان صاروخ البركان عادة يمكن أن يحمل متفجرات أو رؤوس متفجرة بزنة نصف طن من المتفجرات أو حتى طن من المتفجرات لذلك الصحافة اليوم التي تدور في فلك حزب الله مجددا كانت تقول بأن معادلة جديدة أدخلها يوم أمس حزب الله وهي بأن المزيد من الغارات على المناطق الحدودية والمزيد من المجازر خاصة وأننا خلال 48 ساعة كنا نتحدث عن مجازر بحق المصعفين تحديدا وهذا يعني بأن مزيد من هذه المجازر سوف يتم الرد عليه داخل المستعمرات على الحدود وسيتم تدمير الحدود بطبيعة الحال أيضا دعينا نشير إلى أن اليوم معظم المحطات اللبنانية أو معظم المواقع اللبنانية كانت تشير إلى التصريحات الأمريكية من البيت الأبيض يوم أمس والتي تحدثت عن أنه يجب أن تكون أولوية وقف إطلاق النار أو ضبط النفس أولوية لدى الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي